السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عرب في فيديو جديد وقبل ما نبدأ اي حاجة اريدكم لها نصلى على النبي على افضل السلام والسلام نهاردة جاين بفيديو جديد اللي هو التحكم في الدراع يعني الزبط التحكم في الدراع يعني من غير ما يكون الاعدادات الدراع مضبوطة انت مش هتعرف تلعب فاحنا جاين النهاردة اقول لك ازاي تضبطها وايه الحاجات المهمة وايه الحاجات اللي مش مهمة بس اقترية الحاجة تبقى مهمة طبعا وفي حاجات اساسية لازمة تعملها كده فاحنا نخش النهاردة بس قبل ما نخش يا ريت تصالوا على النبي وتشارك في القناة وتفعل زر الجرس لانشان وصل لك كل جديد وحط اللايك كده حفزني قولي انت عايز فيديو ايه تاني في الكومنتات ونخش وجايبين الاهل قدما اساطير العالم اول حاجة نخش نجيب نغير بس الكاميرا دي ماشي يعني نخش على اعدادات الدراع اول حاجة يعني احنا عايزين نعرفها اول حاجة اول حاجة انت عايز تعرفها اللي هي اعدادات التوجيه اللي هو بتلعب بلية ولا زرائر اول حاجة دي كده قدامك كده زرائر يمين هتبقى بلية شمال هتبقى بلية يعني اهي دي بلية دي زرائر تاني حاجة انت لو عايز تبدل مسلا اه يعني بدل السرعة ما تكون اروان ممكن تخلى ارتو مسلا هتعملها مخصص هنا وتروح تشوف الاروان فين? تروح على الاروان مسلا اهو اه انطلاق اهي هتدوس كده ومسلا تعملها اي حاجة تدوها تعملها بدل التزديد كده التزديد بقى هو الاروان والانطلاق بقى هو المربع يعني دي بس احنا نرجعها مكانها لو عايز تغير اي حاجة هتبقى في المخصص تحت دوس مخصص وتخش تبدل بس احنا بنعملها قياسي عادي هي زي ما كل الناس عامله. لو انطلاق او الارو وكده. كل حاجة كل حاجة سهلة. خش بقى على تاني حاجة اللي هو تغيير مواشر. تغيير المواشر عندنا تلت حاجات. عندنا سابت وعندنا بمساعدة. عندنا شي بمساعدة وعندنا دون مساعدة. احنا اول حاجة سابت دي اللي هاتبقى على لاعب واحد بس. اللي هو يعني بص هتتحكم في لاعب واحد بس. يعني مسلا جبنا محمد شريف هنطلع. بصنا بمحمد شريف. احنا بنحكم في محمد شريف بس. اهو. يعني انا قعد اغير اغير ومش راضي. مش راضي. ليه? عشان احنا عملنا سابت. هنخش. مسلا هو تحديد. هنرجع. اهو هنجيب تحديد الجانبين. ونخش مربع. والسابت دي بدلا ما نخلى سابت فيه بمساعد. بمساعد دي بقى في تغيير اشارة اي هو يعني الكمبيوتر هو اللي هيغير لك اشارة يعني الواحده. الواحدة هو هيغير اشارة. من غير ما انت تفضل تدوس على هو هيغير الاشارة. بس دي ما انصحكش بها انت غيرها بنفسك. عشان هو ممكن يغيرك على لعب انت مش عايز تغير عليه. هنخليها شبه مساعد. وعندنا دون مساعدة دي انت اللي هتتحكم. انت اللي هتدوس ال وان واتغير بنفسك. فاحنا هنخليها شبه مساعد. شبه مساعد دي احسن حاجة انك تعملها. تاني حاجة بقى مؤشر اللعب التالي. مؤشر اللعب التالي دي. لو عملناها فتح وخرجنا. اهو يعني بص انا انا اديهم الكرة. هم اخدوا الكرة اهو. يعني بص فيه اتنين عليهم مؤشر. واحد عليه مؤشر ازرق والتاني عليه مؤشر شفاف. اللي هو اقرب اتنين. واحد عليهم مؤشر ازرق. لو بدلنا عطروه عالشفاف. لو بدلنا فاهم? يعني كيه المؤشر التاني هو لو بدلت هتروح عليه. اللي هو المؤشر الشفاف. بدلت هتروح عليه. فدي اللي كانت كانت مؤشر اللعب تاني. دي انا انصحك لو انت يعني مش عارف وانت بتبدل الاشارة مش عارف الاشارة هتروح على فين? فانت تعملها فتح. علشان تعرف الاشارة هتروح فين. بس انت لو عارف وانت بتبقى بتغير اللعبة بعيد. اعملها ايكاف. انا بعملها ايكاف. نوع مؤشر. اللي هو نوع مؤشر اللي هو بيبقى فوق اللعب. عايزة اسم لعب. ولا عايزة ما يكونش في حاجة خالص. ولا عايزة هو رقم الواحد اللي هو يوزر نيم ولا كزا هو اسم مستخدم. لو انت عمل اسم بينات لو انت عمل اسم برضو. بس يستحسن انت عملها اسم لعب عشان مسلا اهو. وانا بلعب اهو. تبقى كلها بينا. يعني او حسين الشحات. مكتوب فوية حسين الشحات. اهو. دي هي مؤشر اللعب. اهو نوع المؤشر. اسم لعب هتبقى اسم اللعب هيبقى فوق المؤشر. دول يعني يعني الاهمية فيهم نوع المؤشر تعملها شي بمساعد. ودي لو انت يعني عارف هي بدل فين اعملها ايكاف. دول يعتبر لحد الان اهم اتنين. نيجي بعنا مستوى دعم. او مستوى دعم التمرير. في التمرير انت لو عملتها كف كده ما فيش حاجة هتساعدك خالص. فانت عندنا مستوى التمرير واحد. واتنين وتلاتة. ما عندنا واحد اللي هي يعني باور. انت اللي توجه بس هو هيحط لك باور مناسب. ما ما دوس دوسة واحدة هو هيوجه لك. بس انت لازم ان توجه هو هيحط لك باور مناسب لللاعب اللي انت همودي له. تاني حاجة دي لو بتلعب يعني تمريرات خرافية انت عايز تعمل تمريرة يعني الكمبيوتر مش هتساعدك فيها خالص. انت اللي هتساعد نفسك بالتمرير بالاتجاه يعني هو الكوة. وتالت حاجة دي اللي هو انت لو دست باس او دست باس بس هو هيودي لك التمرير بالباور بقى بالباص بالتوجيه بكل حاجة انت هتدوس بس هو هيوده لك لقرب واحد لك. فلو انت بتلعب كون اسطورة مثلا او بتلعب مستر ليك او بتلعب ضد الكمبيوتر اعملها مستوى تلاتة. لو انت بقى في قبلتك عيب مش هتعرف يعني بالباصل ده هو بتروح لعب تاني ارجع اعملها مستوى اتنين. انت هتا هتحط الاتجاه. بس يستحسن انت عملها تلاتة. ونوع الكرة البيناية دي بقى بتتعمل اساسي يعني عشان هنا متقدم هنا انت اللي بتتحكم في كل حاجة بس انت عملها اساسي. ونوع التزديد اعملها اساسي برضو علشان اهو. نوع التزديد اهو. يتيح لك التزديد ناحية اليمين او اليسار او الوسط. انت اللي بتتحكم. لو انت عملتا كده. التحكم يتم التحكم يدويا يعني انت اللي بتتحكم يمين شمال واسط. فاساسي انت بتساعد برضو بس الكموتر بيساعدك نسبة بسيطة يعني انت عملت نسبة شمال هو يساعدك نسبة يمين هو هيساعدك. هو هتعملها اساسي. اللي جاي بقى بعدها لا اشارة التوجيه. اشارة توجيه دي يعني جميلة اللي هو يعني انت هتشوت هو هيودي لك فين التمريرة او فين يعني بص. هنرجع اشارة التوجيه. بص احنا هناخد الكرة. هنرجعها ورا خالص. بص في اه سهم تلعمل اللاعبه. دي اشارة التوجيه. اللي هو يعني احنا لو اشارة التوجيه دست عليها. ودست الباور بيبقى برطاني. وبص بيود الكرة بعيد. يعني انا بص بيدي بيننا بس انا بص ديس على الباص. دي بقى لما بتجي تدوس. بص بيظهر. يمين بقى شمال. بيظهر لك سهم كده انت بباصي. فهي دي انت لو قفتها مش هتعرف تعمل كده. فهي دي اشارة التوجيه. تاني حاجة اشارة الهدف دي انت عند التزديد بقى وعند زميلك علشان لو بتلعب له واحدة يعني كرة طولية توصل له حل وكده. فدول هنخليهم مفتوحين عشان لو انت بتلعب اول واحدة ودي لو انت بتلعب كرة طول. تلات حاجة اللي هي اشارة التمركز. اشارة التمركز ازاي احنا لو قفلنا يعني اوارك حركة دلوقتي احنا فتحناها هو. واخش انا معك كرة. او مسلا معك كرة. وعايز مسلا اخلي السير دي اللي قدامي يجري. اهو بص. دي هي اللي خلته يجري. اللي هي الاشارة اللي انا فتحها. وبص. وهيروح اشوت مس. دي الاشارة اللي انا فتحها هي اللي خلتني اعرف اجلي المدافع كده. اللي هي اشارة التمركز. التمركز اللي هو اللاعبة تبقى واقفة ازاي? وانا لو عايز اجار اللاعب ادوس الون وبالانالوج اللي ناحية اليمين ناحية اللاعب هيجري. اللي بعده بقى المراغة التلقائية احنا لو قفلناها مش يعني مش هتعرف تعمل مراغة بنسبة تمانين في المية او سبعين في المية. الكمبيوتر مش هيساعدك في اي حاجة. انت لازم ان تعمل كل حاجة. فانت لما تفتحها انت هتعرف تعمل مراغة يعني مسلا هواريك مراغة دلوقتي. اخد بس الكرة. يعني اهو مراغة. يعني مراغات زي دي. اهو يلف حالان الكرة. دي مراغات. احنا لو قفلنا هيبقى في صعوبة انك تعمل. لو احنا قفلنا اللي هي المراغة التلقائية هيبقى في صعوبة جمد قوي. هيبقى في صعوبة جمد قوي ان احنا نعمل مراغة بس انت بقى لو بتلعب بنمار ميسي بابي رونالدو هتعمل مراغات جمدة جدا. فانت استحسنت سمة مفتوحة. ليه قبل الاخرة دي الانزلاك التلقائي. دي فيها تلات حاجات فاق ايقاف فاق مساعدة فاق شبه مساعدة. اول حاجة ايقاف دي هو مش هيزحلق خالص لما انت تدوس مسلا مربع وتزحلقه. تاني حاجة اللي هي ابو مساعدة دي انت مدلو الصلاحية ان هو لو في نسبة واحد في المية ان هو يزحلق عشان يجيب الكرة. ولو فاق مخاطرة هيزحلق. تالت حاجة دي اللي هي شبكة الكوية هيبقى يزحلق لو في يعني نسبة تمانين تسعين في المية ان هو هيجيب الكرة. غير كده مش هيزحلق. او انت ازحلقه. او فانت بقى تعملها على شبكة الكوية. واللي هو يدوي او معزز اللي هو التحكم في الزميل. انت تعملها معزز عشان وانت بباصي الزميل هو يجري لوحده او يفتح لك لوحده او كده. في يدوي دي انت لازم ان تجري اللعيب وتخليه يجري اللي تجاهل معين فانت هتعملها معزز. كده وصلنا لحد اغري الفيديو او اخر الحاجات بتاعتنا اول حاجة لها الاشارة او اللي هالكو بسرعة كان الاشارة اللي هو او 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 اسهم. تاني حاجة النوع المؤشر اللي هو تعملها شبر التركائي دي مهمة. النوع المؤشر التاني دي مهمة برضو تعملها ايقاف. لو انت بتاعه بتلعب. لو لسه مبتدئ اعملها فتح. تاني حاجة نسبة تمريل لو انت بتلعب قدام الكمبيوتر او كده تعملها تلاتة لو انت بتلعب اونلاين ممكن تعملها اتنين. ودول يتعملوا اساسا من غير اي حاجة اعملها اساسية. واشارة التوجيه اللي انا قلتلكو عليها لو انت بتدوس عالالالتو هيملك اشارة ايها هي دي اشارة توجيه. اشارة الهدف لو انت بباسي او عايز لزميلك. والتمركز لو قلتلك عايز تجير اللي لعب. والمراغة دي اللي انا لسه ايلك عليها. وتزحرك تعملها شبكة الكاي. والتحكم في الزميل لتعملها معاسس. وكده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو تكون عجبكو. وكان معاكو عرابي. ولو انت وصلت لحد هنا وما حطتش لايك حط لايك واشترك في القناة عشان ونصلك كل جديد. وي سالة.